إلا كنتي كترب في الطيور فغالباً غادي تكون سمعتي ديك الجملة ديال أعطيهم الحرية ديالهم ولا أطلقهم مساكن وهذا الشخص اللي كيقولها لهذه الهضراء هذي كيقولها عم حسنية لكن هو ولا هي ما كتكونش عندهم علومات علاج شنو يقدر يوقع لهذاك الطير إلا أطلقته ومؤخراً شفت فيديو ديال واحد الموربي ديال الطيور كان كيوكل في واحد طائر من الجوارح وفاش كبر دك الطائر تلقو أو أعطاه الحرية دياله وهو عند باله بأنها راح دار خير في دك الطير وعطقه من الموت لكن للأسف طريقة باش خداها دك الطائر الحرية دياله غادي كل مصير ديالها هو الموت وهذا الشي اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو واللي خاص يتفرج فيه أي واحد سواء كترب في الطيور أو لا لا فأي شخص بغير في الطيور أو كير في الطيور فأهم حاجة خاص يكون عارفها واللي هي القاعدة ديالطربية ديالطيور هو أننا خصنا نعرفه كيفاش كيعيش هذك الطائر في الطابعة حيط ره ما يمكنش أنا مربي واحد الطائر وأنا أصلا ما عندي التام علومة عليه فالطائر في الطابعة سواء كانت يعيش بشكل فرضي أو بشكل جماعي فكتكون عنده واحد لازون أو واحد المنطقة اللي كتكون تحت السيطرة ديال هذا الطائر وفيها فين كي يصيد وفيها فين كي يياكل وكي يشرب وفين كي يربي ولاده وأي طائر جديد غادي يجي وغيدخل ديالك المنطقة فرا غادي يأكل شي قتلا وفاش انتا كتشد واحد طائر اللي كنتي مربيه عندك في الطار وكتطلقه غير على الله كي خصوه ضروري يقلب على واحد المنطقة اللي ما شد حتى شي طير وخصوه يقلب فيه على الماء وعلى الماكلة وهذا الشي اللي كي ياخذ منه واحد الجهد ووقت اللي كبير بزر وكي بقى هدك الطائر تألف وكيدور وفي الاخر كي يكون المصير دياله وهو الموت وتاني حاجة واللي عندها ارتباط باللولى وهي المسافة اللي كي طير هالطائر اللي كنتي انتا شده عندك سواء مدة طويلة ولا مدة قصيرة وهدك الطائر فاش كتشدوا انتا وكتطلقوا في الطبيعة فرا كي خصوه يطير واحد المسافة اللي طويلة باش انه يقلب على البلاسة اللي غادي يقلس فيها ويقلب على الماكلة وعلى الماء وهد الشي هده باش انه يديره كي تطلب منه واحد جهد اللي طويل وكي تطلب منه يطير واحد المسافة اللي طويلة واللي هو اصلا في الاصلا ما بتعودش انه يطير ذوك المسافة الطوال وحتى هد طيار هده كي كل مصير دياله غالبا هو الموت وناديرا ما كيسلك وارتباطا بالخطاء اللي ارتكب ذاك الموربي اللي هدرنا عليه في الول ديال فيديو اللي كانو كل ذاك الطائر اللي من الجوارح وطلقه في الطابعة واللي خاصوا يعرفوا هو انه طابعة الوالدين فاش كي بغيوا تطمون ولاد ديالهم اول حاجة كيديروها هو انهم كي علموهم كيفاش يطيروا وفي نفس الوقت كي علموهم كيفاش يصيدوا الى كانوا من الجوارح وماشي كي فيقوا واحد الصباح وكيقول الفرخ دياله يلا اللي خرج حييد عليهم من اللي عشو وصير عيش الراسك ولا ديك الهضرة ديال راه بالغارزة دياله غيمشي صيب الراسة ولا شي حاجة بحالك لانه إليش دينا قاع سبع وكنا مربينه في الطار وحزينا وطلقنا في الطابعة فرا فعلا ما غاديش يقدر يعيش والتهو غاي كل مصير دياله الموت وورا ضروري غا تكون شفتي شي مرة فيديو ديال طيور الجارحة اللي كتعلم من الفرخ ديالها كيفاش يصيده فاش كي تفطندك الطائر فغادي بالك بانه لأب ولا الأم كي هز واحد الفارسة فيديه وفرج ليه عقوان وكي طلع تلسمه وكي تلقها اولا كي بقشدها فرج ليه وكي يجي داك الولد دياله وكي وكي شد ديك الفارسة وهالطريقة هدي هي باش كي علموا يصيد عاد كي خليوه لنا هيمشي عيش الراس وايضا كين خطأ كبير واللي كيرتاكبوه الناس ديال المياه والغابات للأسف رغم أن هذ الناس هما أهل ديال الاختصاص هو أنهم فاش كتلقاهم شد بشي مهريب ديال الطيور كيكون جامع واحد مجموعة كبيرة ديال الطيور كيشدوها هما وكي تلقوها في واحد المكان معين وكي تلقوهم كاملين جملة يكون تتلتمية الطير كيشدوه وكي تلقوها دقا واحدة وما كي عارفوش بأن هذه الطيور راه غادي تكون ضربات واحد المسافات اللي طويلة وغا تكون ما واكلاش وما شارباش وكل طير شديناه في واحد المنطقة المناخ ديالها وماشي هو المناخ في انطلق فيه انتهايا هنايا وكين واحد الاختلاف كبير ما بين المكان اللي كان فيه ذاك الطائر وفين غادي نشدوه وغادي نطلقوه في الارض ما قادرش يطير فاي شخص بغاير ببيش يطير فاش تبغي تلقوه علمو كيفاش يعيش في الطابعة او ما تربيش من الاساس والتين ناس اللي تشد طير كبير من الطابعة وكي بقى عندها واحد المدلة طويلة فاش تبغي تلقوه حاول ما امكان انك تلقوه في المنطقة اللي تشد فيها باش انك تسهل عليه انه يصوفي راسو وإلا راه ديك الحرية اللي غا تعطيها غاي كل مصير ديالها هو الموت وانت اللي كتكون كتتحمل المسؤولية في هذا شيء والسلام عليكم